السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنانا العزاء طلبات وطالبات التعليم الفني الصناعي منظومة الجدارات. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في وحدة جديدة من اه وحدات الصف الاول بمنظومة الجدارات الخاصة ببرنامج فني تركيبات كهربية وفني آلات آآ كهربية. طيب ليه بنقول فني تركيبات كهربية وفني آلات كهربية? لانه الترم الاول زي ما قلنا قبل كده ترم الاول الوحدات عندي تلات وحدات مشتركين بين البرنامجين فني تركيبات كهربية وفني آلات كهربية. الوحدة الاولى كانت وحدة اسيات الورشة الكهربية واكتسبنا مجموعة من المهارات الكتيرة في هذه الوحدة. وكانت هي يعني مش هي صميم التخصص بتاعنا ولكن اكتسبنا مجموعة من المهارات اللي من خلالها. هيبقى سلوكنا وطريقة تأديتنا لكل المهارات والمهام اللي احنا هنكلف بيها بعد كده. سواء في حياتنا الدراسية او آآ العملية خارج المدرسة. وحياتنا العامة كلها لابد ان احنا نكون ألمينا بالجزء الخاص بالسلامة والصحة المهنية. واللي اكتسبنا فيه مهارات كتيرة. اهمها تجهيز آآ مهمات الوقاية الشخصية. وفقاً للمهمة المحددة او وفقاً للعمل اللي انا هقوم بيه. كمان اكتسبنا مهارة انه استخدام طفايات الحريق ومطفاقات الحرائق اللي احنا اتعلمناها كلها. اللي هي طفاية الهلون او طفاية الماء المضغوط او سانيوكسيدي الكربون او البودرة الجفة او آآ الرغوة البودرة الكيميائية. وكان فيه بطنية الحريق كمان اكتسبنا مهارة ان مش اي طفاية او مطفاقة حريق انا ممكن استخدمها مع اي نوع من الحرائق. اللي لا ده انا عندي نوع من الطفايات انا ممكن استخدمه آآ فيه نوع يستخدم مع حرائق الكهرباء. يعني مسلا طفاية الماء المضغوط مش ممكن استخدمها مع حرائق الكهرباء. آآ متفاقات غاز سانيوكسيدي الكربون تستخدم مع حرائق الكهرباء والبترول والشحوم والزيوت. اكتسبنا مهارة استخدام الطفاية وفقاً لنوع الحريق. وكمان اكتسبنا مهارة تجهيز المكونات والأدوات والعدد والخمات وفقا للمهمة المحددة وكمان اكتسبنا مهارة كبيرة جدا اللي هي تجهيز مكان العمل وفقا للإمكانيات المتاحة أو من حيث الإضاءة والتهوية والأرضيات يعني بجهز مكان شغلي للعمل اللي أنا هقوم به. وبعد ذا كله اكتسبنا مهارة أخيرة ومهارة كبيرة جدا اللي هي تخزين العدد والأدوات وفقا لقواعد التخزين وكمان انهاء العمل والتخلص من النفايات والمخلفات وفهمنا ان انا كان عندي 3 انواع من المخلفات لابد ان انا اعرفهم ولابد افصل ما بينهم في مكان العمل بتاعي وضربنا امثلة كتيرة على هذه الانواع وكان عندي المخلفات الواجب استخدامها مرة اخرى التي يجب استخدامها مرة اخرى كان عندي مخلفات يمكن اعادة تدورها واستخدامها في صور مختلفة اخرى وكان عندي مخلفات تانية لابد ان انا اتخلص منها لأسباب ضررها ان هي بتبقى مخلفات ضرر بالانسان او بالبيئة دي كانت وحدة اسيات الورشة كانت وحدة ماشية لوحدها او بمفردها لمدة خمس اسابيع بعد كده بدأنا في الاسبوع السادس او بداية من الاسبوع السادس اللي هو انتهى انبارح كان اول اسبوع معنا في وحدتين هيمشوا بالتوازي مع بعض او هيتم تدرسهم بالتوازي مع بعض هم وحدة اجهزة القياس ووحدة مكونات الدوائر الكهربائية طيب يا مستر هم الوحدتين دول هندرسهم ازاي حضرتك بتدرس في الاسبوع 24 حصة او 24 ساعة طيب هندرسهم ازاي قال لي والله انت عندك 16 ساعة اللي هي 16 حصة دي هتبقى جزء مهاري او شغل العملي والمهارات اللي هتدرسها وتتضرب عليها وتنفزها وعندي 8 ساعات اللي هم 8 حصة تانيين دول هيبقوا معرفي او الشق المعرفي الشق النظري اللي هتدرسه وتذكره وتحفظه وتفهمه تمام؟ يبقى هنا 24 ساعة دول خلال الاسبوع هيبقى عندي هيتقسمه اليوم اللي فيه التمانية المعرفي هيبقوا ثلاث حصص او ثلاث ساعات لمكونات الدوائر الكهربية واربعة للاجهزة ووحدة معمل هندسة كهربية او معمل اللاب فولت اللي هنتكلم عنه النهاردة من ضمن شغلنا النهاردة تمام؟ طيب شيء مهمة اوي ان انا بقى فاهم انه وحدة اجهزة القياس ووحدة مكونات الدوائر الكهربية اجهزة القياس هي الوحدة التانية ومكونات الدوائر الكهربية هي الوحدة التالتة مهمة اوي ان حضرتك تبقى عارف ترتيب الوحدات مهمة اوي انك تبقى عارف الوحدة الاولى ايه والتانية ايه والتالتة ايه ومهم جدا انك تبقى عارف ان وحدة اجهزة القياس هي وحدة هتخدم على وحدة مكونات الدوائر الكهربية يعني هي وحدة ضعيفة يا بشمهندس سأقول لك لا ده أنا بقول لك إنه اللي هندرسه هنا هنستخدمه هنا المهارة اللي هنكتسبها في أجهزة القياس إنه أنا بعرف أنواع الأجهزة عرف الكميات الفيزيائية اللي هائسها أو الكميات الكهربية اللي هائسها وكمان عرف وحدات القياس ومدى القياس وكل الكلام ده وبعدين أروح في الدوائر الكهربية أنفز الدايرة الكهربية وبعد كده أستخدم أجهزة القياس في قياس الكميات المطلوبة فين في الدايرة اللي أنا عملتها أو المخطط اللي أنا نفسته يبقى كده انا فهمت انه وحدة اجهزة القياس ومكونات الدوائر الكهربية هيبقوا ماشيين مع بعض بالتوازي واللي اتنين بيبقى يعني احنا بنقولها كده للطلبة هيخدموا على بعض ليه؟ علشان اقيس هنا يبقى لازم اكتسبت المهارة هنا علشان اشتغل هنا يبقى اكتسبت المهارة هنا علشان في اجهزة القياس عايز افهم الجهاز ده بيتوصل توالي ولا توازي هروح انفزه في مكونات الدوائر الكهربية تمام كده؟ الوحدة التالتة اللي هنشتغل فيها النهاردة اللي هي مكونات الدوائر الكهربية كنا عملنا قبل كده حلقات عن اجهزة القياس في المخرج الاول ومكونات الدوائر الكهربية في المخرج الاول النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض في المخرج التاني اللي هو تنفيذ او ينفذ هتلاقي مكتوب كده ينفذ الدوائر الكهربية استنادا للمخطط المعطى أو وفقا للمخطط المعطى أو المخطط الكهرابي تمام؟ هو يعني إيه مخطط؟ يعني الرسمة؟ يعني رسمة الدائرة الكهربية اللي أنت هتنفذها حضرتك أفوا المخطط هو الدائرة الكهربية هو الرسمة اللي أنت هتنفذها أنا كمقيم كمدرس اديتك دائرة كهربية رسمتها لك على الصبورة هي دي مخطط اديت لك ورقة مطبوعة فيها دائرة كهربية هي دي مخطط تمام كده فمش هنقول وفقا للرسمة فهي وفقا للمخطط وليه وفقا للمخطط لازم أحط لك شرط نمشي عليه وإسمهارتك عليه طيب وبناء على كلمة قياس المهارة تعال نبدأ مع بعض شغلنا في الوحدة التالتة مكونات دوائر الكهربية والمخرج التاني تنفيذ الدوائر الكهربية وفقا للمخطط المعطى وهنشوف مع بعض ايه هي معايير القياس المطلوب أو المعايير المطلوبة لتحقيق الجدارة لدى الطالب تعال نشوف مع بعض هنا بيقول لي الوحدة التالتة مكونات الدوائر الكهربية المخرج التاني تنفيذ الدوائر الكهربية طيب تعال نشوف مع بعض الجزء الخاص بمعايير الأداء معايير الأداء لتحقيق الجدارة المعيار الاول عندي ايه بيقول لي ينفذ الدوائر الكهربية المطلوبة وفقا للمخطط المعطى تمام والمعيار الثاني يقيص قيم الجهود والطيارات للدوائر الكهربية بالمحددات المتبعة لاجهزة القياس رقم ثلاثة يحسب قيم القدرة الكهربية في نقاط مختلفة من الدوائر وفق القوانين المعطى دول تلت معايير التلت معايير دول اللي من خلالهم اقدر احقق المهارة او لو انا حققت التلت شروط دول او التلت معايير احنا المعايير القياس دي او معايير الاداء بنسميها شروط لاكتساب الجدارة حضرتك لو حققت المعيار ده وبالتالي تبقى انت اكتست في المعيار ده طب المعيار التاني اكتست فيه المعيار التالت اكتست واكتسبت مهارته يبقى انت كده اكتسبت الجدارة اللي انت بتدرسها او بتتضرب عليها يبقى انا عندي معايير الاداء انت كطالب لازم تبقى عرفها ويعني كلمتنا هنا بنوجهها لزملائنا واسدتنا المعلمين عرف الطالب معايير الاداء لان هو ده اللي انت عايزه من الطالب عرف الطالب اسم المخرج ومعيار الاداء المطلوب لان هو ده اللي انا عايزه من الطالب ده ما كنا بنضرب المعلمين على منظومة الجدارات كنا بنقول الكلام ده من حق الطالب يعرف المعايير الاداء المطلوبة منه علشان ايه وانا بدربه بقوله انت مطلوب منك هنا تنفيذ الدوائر الكهربية وفقا للمخطط ما انا كده قلت له معيار انا كده فهمت الطالب معيار او عرفته المعيار المطلوب منه وبالتالي الطالب هيكتسب مهارة توصيل الدارة الكهربية بناء على انه عرف ان المطلوب منه تنفيذ وتوصيل الدوائر الكهربية بعلمه او بعرفه كمان ان فيه معيار تاني انك هتقيس الكميات الكهربية يبقى الطالب عرف انه مطلوب منه يقيس جهد ويقيس طيار ويحسب القدرة او يقيس القدرة وخلافه ويقيس قيمة المقاومة او يحسب قيمة المقاومة يحسب الطيار في الاحمال لو توازي يحسب الجهد على الاحمال لو توالي وبالتالي يبقى اكتسب المهارة يبقى انا عرفته المعيير وبعد كده نبدأ نقيم الطالب بناء على انه عرف المعيار واكتسب مهارته وبعد كده اقدر اقيم الطالب عليه تمام طيب بعد كده ايه؟ بعد كده ادلة التعلم المطلوبة لتحقيق الجدارة ادلة التعلم المطلوبة لقياس المهارة والجدارة المعيار رقم واحد واثنين لمعياري الاداء واحد واثنين مطلوب دليل اداء O دي بطاقة هتبقى عبارة عن بطاقة ملاحظة هتقيم قدرة الطالب على تنفيذ الدوائر الكهربية المختلفة وقياس القيم المختلفة للطيار والجهد في مواقف تعلم حقيقية وهيعبر عنها مرفق رقم ثلاثة ويتم تطبيقها في مناسبتين ودي بنقولها برضو بنذكر اسدزتنا وزملائنا المعلمين انه كلمة يتم تطبيقها في مناسبتين دي معناها ان حضرتك المرفق ده حيقيم الطالب في مرتين يعني هعمله مرفق رقم ثلاثة ده هيبقى للطالب مثلا احمد محمود هيبقى ليه مرفقين رقم ثلاثة طب ليه؟ قال لي لان المعيار هنا بيقول لي ان مطلوب منه يكتسب المهارة دي في مواقف عمل حقيقية وعلى مناسبتين يعني مناسبتين يعني انا النهاردة بيوصل لي داير التوالي ثلاثة مقاومات بالتوالي وهيقسل الجهد على اطرافهم والطيار ويوصل الدايرة وخلافه يعمل لي كمان دايرة توازي وهنا بقيمه بمرفق وعلى الدايرة دي بقيمه بمرفق ولابد من تحقيق المهارة واكتساب الجدارة في المرفقين ما ينفعش هو في المرفق دا اكتازه كله وفي المرفق دا في معيار او اتنين ما اكتسبهمش او ما اكتزهمش ونقول كده اكتسب المهارة لا الجدارات يا اسادزة او ولادنا الطلاب الجدارات انت لازم تحقق بنسبة 100% يعني الدايرة الكهربية يا تديني خرج يا ما تدينيش ادتني خرج يبقى انت كده اكتسبت المهارة واكتزت الجدارة لكن مدتنيش خرج حتى لو توصيلة الدايرة مصبوطة بس مفيش خرج يعني اللمبات انا وصلت اللمبات وفيه لمبة مش منورة هل كده انا اكتسبت المهارة فين مهارتك انت في الكشف عن العطل اللي موجود صح كده فيه حتة نقصة عندك كده اللي هو انا وصلت كويس يا مستر بس هي ما اشتغلتش ايوة حبيبي ما هو انت لازم تكتشف العطل اللي موجود برضه لازم تقول لي ايه سبب ان اللمبة دي مناورتش وصلت تلات لمبات بالتوالي وكل لمبة فيهم واحدة منورة كويس والتانية لأ والتالتة منورة ضعيف او التانية منورة ضعيف والتالتة منورتش قل لي السبب هنا انت لازم تقول السبب اللي موجود وده خلال شغلنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ نعرف الكلام ده والمشاكل دي ممكن تكون بسبب ايه تمام؟ طيب الدليل الاداء التاني او الدليل التاني لمعيار او لمعيار الاداء واحد واثنين برضه لان احنا كنا عندنا ثلاث معيار في المخرج ده مطلوب دليل منتج عبارة عن قائمة مراجعة ودليل المنتج ده اما يبقى بطاقة فحص او قائمة مراجعة تتضمن المواصفات الفنية للدوائر الكهربية المنتجة وقياس القيم المختلفة للطيار والجهد والقدرة لها ويعبر عنها بمرفق رقم اربعة واخد بالك بيقول لي ايه يتم انتاج دائرتين يعني حضرتك هنا كطالب هتوصل دائرتين والله وصلت مثلا على بوردة مسقبة او بوردة جهزة او التست بورد او معمل اللاب فولت وصلت دائرة توالي ودائرة توازي عملت مقاومتين بالتوالي مقاومتين بالتوازي قاست الجهد هنا وقاست الطيار وهنا قاست الجهد وقاست الطيار المهم انك هتعمل دائرتين وبالتالي هيبقى فيه مع المقيم بتاعك المدرس بطاقة مراجعة او قايمة فحص اللي من خلالها يبدأ يراجع شغلك كله في الدايرة اللي انت عملتها وبالتالي تبقى اكتست المهارة لو حققت كل المعايير المطلوب طيب الدليل التالي تقلي مطلوب دليل تساؤل لمعيار الاداء رقم 3 مطلوب دليل تساؤل Q عبارة عن اختبار تحريري يوضح قدرة الطالب على حساب الطيارات والجهود والقدرة ويعبر عنه بمرفق رقم 5 او البطاقة رقم 5 في دليل المعلم اللي هيكون مع اسدزتنا وزملائنا في المدارس تعالى بقى ندخل على شغلنا في الجزء المعرفي اللي هنشتغله وبرضو جايبين معنا الفيديوهات اللي هننفس بها الجزء المهاري او العملي في المخرج بتاعنا اول حاجة افهم اول حاجة مكونات الدوائر الكهربية لو بصينا على الشكل اللي قدامنا ده هنلاقي انه شكل بيوضح لي مكونات الدوائر الكهربية هو اي دايرة كهربية بتتكون من ايه؟ هو عندي في البيت التليفون طيب الموبايل اللي في ايدي هو دايرة كهربية اقولك ايوه لان فيه المنبع بتاعه البطارية وفيه الحمل بتاعه اللي هو الدايرة الالكترونية بتاعته كل الاحمال اللي فيها دا كل العناصر احمال واللي هي مثلا الخرج بتاعه على الشاشة والصوت والكلام ده دي احمال فيه اسلاك جوه اسلاك توصيل احمال فيه او دا عنصر من العناصر اللي هو اسلاك التوصيل وفيه مفتاح الباور اللي هو زرار الباور بتاعي في التليفون ده مفتاح الدايرة الكهربية لو انا عملت النهاردة دايرة بسيطة خالص لمبة علشان انور مصباح ايه اللي هيحصل؟ لازم المصباح وخلي بالك المصباح حمل التلاجة في البيت حمل التليفزيون حمل التليفون وهو على الشاحن حمل اللابتوب وهو بيشحن حمل اي جهاز كهربي وده هنقوله دلوقتي اي جهاز كهربي بيستهلك الطاقة الكهربية او بيشتغل على الطاقة الكهربية اصبح انه هو حمل طول ما هو بيستهلك طاقة كهربية يبقى مكونات الدايرة الكهربية ايه؟ قال لي والله مكونات الدايرة الكهربية نرجع بقى للشكل بتاعنا على شاشتنا ونشوف مكونات الدايرة الكهربية قال لي والله هنا مكونات الدايرة الكهربية هنا الجزء الأول هو المنبع يعني هنا احنا ممكن نطلع ألم ونشوف يعني قادي هنا الحمل المنبع آسف المنبع هنا عبارة عن بطارية طب ما هو البريزة اللي عندي في البيت هي المنبع بالنسبة لي صح كده محطة التوليد محطة توليد الطاقة الكهربية هي المنبع بالنسبة لي بطارية العربية هي المنبع بالنسبة لأحمال العربية الكشفات وخلافه في العربية تمام؟ يبقى المنبع بعد كده العنصر المهم التاني ايه هو؟ قال لي الحمل والحمل هنا بيمثله بلمبة او مصباح تمام؟ طيب وسيلة التحكم قال لي والله وسيلة التحكم هي مين؟ هي المفتاح طيب ده كله هيتوصل ببعضه ازاي؟ عن طريق اسلاك ايه؟ اسلاك توصيل اللي هو السلك اللي هيوصل ما بين كل العناصر دي طيب مش حضرتك بتشوف في البيت عندك قاطع الحماية اللي هو اللي بيقول عليه مفتاح الاوتوماتيك اللي هو في لوحة التوزيع اللي ورا الباب ورا باب الشقة عندك بيبقى في لوحة فيها قواطع هو اسمه قاطع حماية او اسمه وسيلة الحماية زمان في البيوت الاديمة كان في حاجة اسمها المصهر او الفيوز هو بيقوم بمهمة الفيوز المصهر بس فيه فرق المصهر لما كان العنصر الصهر اللي داخله سلك من الفضة كان بينصهر أفوا كان بينصهر وبيوصل لدارة حرارة عالية فكان بيتقطع وبالتالي كان بيبقى تلف المصهر كده تلف لكن هنا في قاطع الحماية بيشعر بأي مشكلة اللي هي نتيجة دارة حرارة مثلا ارتفاع في الطيار فبيسبب دارة حرارة فبيفصل الدارة الكهربية يبقى ده كده ايه وسيلة حماية تمام يبقى مكونات الدارة الكهربية ايه قال لي رقم واحد المنبع رقم اتنين الحمل رقم تلاتة وسيلة التحكم اللي هي المفتاح رقم اربعة اسلاك التوصيل طيب والله تعالى نرتب الحاجات دي مع بعض على شاشتنا ونتكلم عن كل وحدة لوحدها او كل عنصر لوحده هنا بيقول لي مكونات الدارة الكهربية رقم واحد المنبع الكهربي رقم اتنين وسيلة التحكم او المفتاح رقم تلاتة عندي الحمل رقم اربعة اسلاك التوصيل او اسلاك توصيل ايه هو المنبع الكهربي قال لي والله المنبع الكهربي ده هو وسيلة او بيعمل على تحويل صور الطاقة المختلفة الى طاقة كهربية تقول لي مش فاهمينها مستر وضحا لنا شوي هقولك تعالى نشوف السد العالي هو استغلينا ايه او الدولة لما بتعمل سد لتوليد الطاقة الكهربية بتبقى اصدها ايه اصدها ان احنا بنستفيد بانحضار المياه من منطقة عالية او من مستوى عالي الى مستوى اسفل منها وبنحط تربينة المياه بتنزل من مستوى عالي في انبوبات او في مجرى لمرور المياه فبتنزل منحدرة بسرعة عالية فبتدور التربينة لحد كده انذا% مش هقول انا فليت طاقة كهربية من مياه مش هينفع اقول وليت طاقة كهربية من المياه لكن انا اقول ايه ان انا استغليت طاقة تساقط المياه او طاقة الوضع وتسااقل المياه استغليتها في تدوير تربينات يبقى خدت طاقة حرقية والت بها طاقة كهربية طيب ما هو عندي طواحين الهوى اليهي الرياش الكبيرة والمروح الكبيرة دي برضو الهوى بيجي يحرك الرياج دي فبيبدأ تحرك عضو دائر جوه عليه موصل بين قطبين فبالتالي ولدت طاقة كهربية نتيجة الحركة مش اقول ولدت طاقة كهربية من الرياح او من الهوى ما هي انا استغلت الرياح انها دورت لتربينات ولدت بيها طاقة كهربية طاقة شمسية استغلت الحرارة والضوء وحولتها لطاقة كهربية يبقى المنبع بيعمل على تحويل مصادر الطاقة المختلفة الى ايه طاقة كهربية طب المنبع ده هيبقى عندي منه انواع جميل سؤال مهم قوي هو المنبع عندي انواع ايوة عندي منبع طيار متردد او منبع متردد ومنبع طيار مستمر وده هنشوفه في شغلنا واحنا منتكلم وعلى معمل اللاب فولت هنوضحه تمام يبقى انا كده عندي اتكلمت على المنبع بعد كده نتكلم عن الحمل وقلنا ان الحمل هو جميع الاجهزة الكهربية يعني الكاميرا اللي قدامي دي بتستهلك طاقة كهربية الكشفات اللي قدامي بتستهلك طاقة كهربية كل دي احمال شغالة دلوقتي تمام يبقى طول ما هي متوصلة في الدائرة الكهربية وشغالة باخد منها خارج هي بقت ايه حمل على او لود بقت لود على الشبكة بتاعتي تمام بعد كده وسيلة التحكم وفي ابسط صورها هي المفتاح وبيعمل على فصل ووصل الطاقة الكهربية للأحمال تمام طيب بعد كده اسلاك التوصيل مهمة قوي نتكلم عن اسلاك التوصيل ليه اسلاك التوصيل دي سلك هو جاكات التوصيل الاسلاك انت النهاردة علشان توصل لمبة بمفتاح او تشغل لمبة بس انت علشان تشغلها محتاج اسلاك التوصيل طيب هو سلك التوصيل ده عبارة ايه قال لي سلك من النحاس الاحمر جيد التوصيل طب ما انا عندي يا مستر اسلاك الامونيوم صح كده بس اسلاك الامونيوم ما بنستخدمهاش في التوصيلات الكهربية في التركيبات الكهربية داخل المنشآت والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية كابلات الالمونيوم او الاسلاك الالمونيوم بنستخدمها في تمديد خطوط نقل الطاقة الكهربية الخطوط الهوائية اللي على الابراج ليه عشان وزنها خفيف فهنا في البيوت والمنشآت الصناعية والتمديدات الكهربية اللي بنعملها دي بتبقى اسلاك نحاس سلك من النحاس الاحمر جيد التوصيل معزول بالورنيش عليه طبقة ورنيش عزلة ليه ليه ده بيبقى عزل كهربي علشان كمان يحميه من ضررات الحرارة وكمان بيقلل ارتفاع ضررات الحرارة اللي موجودة طيب يبقى سلك من النحاس الاحمر جيد التوصيل معزول بطبقة من الورنيش وعليه كمان طبقة بلاستيك عازل لحماية الانسان من الصدمات الكهربية تمام كده طيب وسيلة الحماية قال لي وسيلة الحماية في ابسط صورها هي المصهر وبيعمل على فصل الدائرة الكهربية عند حدوث خطأ وخد بالك اتعود على كلمة خطأ يعني ايه عند حدوث خطأ يعني ارتفاع في ضرر في شدة الطيار ادى الى ارتفاع في ضرر الحرارة كل دي مشاكل المشكلة اللي تحصل هي اسمها خطأ تمام كده طيب نرجع بقى ليه شغلنا ونقول دوائر الطيار المستمر ودوائر الطيار المستمر هنا اول عنصر نتكلم عنه هو المقاومة هو ايه يا شباب المقاومة طب يعني ايه مقاومة اللي والله المقاومة دي هي مقاومة سريان الطيار تمام كده مقاومة سريان الطيار الكهربي نتيجة احتكاك الالكترونات بزرات المادة وتصادمهم يعني الالكترونات بتصطدم بزرات المادة فعند استضامهم بيحصل احتكاك وبيعوق مرور الالكترونات في الموصل فيبقى اسمه مقاومة ووحدة قياس المقاومة هي ايه اسد ذا القوم وحدة قياس المقاومة هي ايه القوم طب هو مين اللي المقاومة بتعوقه قال المقاومة بتعوق مرور الطيار في الموصل علشان الكلام ده هنحتاجه دلوقتي المقاومة بتعوق مرور الطيار في الموصل طب هو الطيار عبارة عن ايه عشان نترجم الجملة اللي احنا قلناها دي هو الطيار عبارة عن ايه انت درسته في الاعدادي قالك هو ايه سيل من الإلكترونات الحرة يمر في موصل خلال زمن معين تمام كده يبقى الإلكترونات وهي بتمر في الموصل الموصل مصنوع من النحاس أو الألمونيوم فتصطدم بزراته الإلكترونات تصطدم بزراته فبيحصل لها إعاقة تمام كده يبقى ده كده المقاومة طب ممكن واحد تاني يقول لي يا مستر طب ما هي المقاومة دي هي مقاومة الأجزاء الكهربية في الدائرة الكهربية او في الدايرة الكهربية. اقول لك برافو عليك. مقاومة. طب ايه الجهاز اللي بيقيس قيمة المقاومة? قال لي تعالى بقى. الجهاز اللي بيقيس قيمة المقاومة انا عندي رقم واحد جهاز الام ميتر. هو خاص بقياس قيمة المقاومة. رقم اتنين عندي جهاز كده توب باسمه المالتي ميتر. بيقيس كل حاجة. ومن ضمن كل حاجة دي فيه قياس قيمة المقاومة. وفيه جهاز تاني جوند المجهول اللي احنا بنسميه جوند المجهول اللي هو مين الافو میتر? هنعمل حلقات بعد كده ازاي اشتغل على جهاز الافو میتر واجهزة القياس وهنجيب اجهزة قياس معانا هنا وهنبدأ نشتغل ونوضح ايه ده ازاي وايه ده ازاي? تمام? يبقى انا عندي جهاز الاميتر جهاز الافو جهاز المالتيميتر دول تلات اجهزة يقدروا يقسوا لي قيمة المقاومة. طب انا اقدر احسب قيمة المقاومة جميل. اقدر احسب قيمة المقاومة. ازاي? قال لي والله هنعمل رسمة بسيطة كده او مخطط بسيط. هنشتغلوا مع بعض على بتاعتنا هنا. قال لي ايه? اللي هو طرق حساب المقاومة. طرق حساب قيمة المقاومة. ازاي يا مستر? قال لي والله اقدر احسبها بشكلين. قال لي اقدر حسبها عن طريق الجهد. والطيار. تمام? واقدر احسبها تاني عن طريق المقاومة النوعية. عن طريق ايه يا ستزا? المقاومة النوعية. طيب يبقى هنا لو احسبها عن الجهد والطيار يبقى انا اقدر اقول لك ايه? ان الار بتساوي الفي على اي. صح كده? طيب يبقى ده قانون انا لازم احفظه يا شباب. اللي هو قانون اوم. وده لسه هنتكلم عنه بعد كده. طيب النهاردة دلوقتي هتكلمنا في ايه مستر. هقول لك انا لازم احسب اتعلم حساب القيمة المقاومة عن طريق مين? المقاومة النوعية. بس قال لي ايه? المقاومة النوعية دي علشان حضرتك تقيس او تحدد قيمة المقاومة عن طريق المقاومة النوعية. قال لي لازم تعرف مجموعة من العناصر. ايه هي? هو السلك ده طوله ادي ايه? طول الموصل. رمزه ايه? طب رقم اتنين. قال لي كمان لازم اعرف مادة صنع الموصل. تمام? لازم كمان اعرف مساحة مقطع الموصل. اللي هي ايه? ال ايه? ودي اسمها رو. اللي هي المقاومة النوعية لمادة صنع الموصل. تمام? يبقى انا كده ادرت اعمل ايه? كده ادرت اقول ان انا عندي طريقتين لحساب المقاومة واللي من خلالهم اقدر اقول انا هنا اقدر احسب قيمة المقاومة عن طريق الجهد والطيار ولا عن طريق المقاومة النوعية? فلو عن طريق المقاومة النوعية انا لازم اكون عارف التلات حاجات دول. طول الموصل والمقاومة النوعية ومساحة ايه? المقطع. وبالتالي اقدر احسب قيمة المقاومة باي شكل من الاشكال اللي قدامنا دي. تعال نرجع على شاشتنا ونشوف العوامل التي تتوقف عليها قيمة المقاومة الكهربية. العوامل التي تتوقف عليها قيمة المقاومة الكهربية. عندي كم عنصر? طيب. لو انت خدت بالك من الكلام اللي احنا كتبنا دلوقتي قلنا طول الموصل. صح كده? يبقى طول الموصل ده. اللي هو ايه? ال. يعني السؤال لو جال يا مستر. اللي هو اقول اذكر العوامل التي تتوقف عليها قيمة المقاومة الكهربية. اقول له واحد طول الموصل. اتنين مساحة المقطع. تلاتة المقاومة النوعية. اقول له ايوة برافو عليك. بس في حاجة كده لازم تاخد بالك منها. ايه هي? بص كده. تتناسب قيمة المقاومة تناسبا ترديا مع طول الموصل. يعني كل ما طول الموصل زاد كل ما كانت المقاومة الكهربية قيمتها ايه? بتزيد. تمام? طيب اخد بالك عشان فيه مسائل هنشوفها على الكلام ده. ونحل مسألة دلوقتي على الكلام ده. طيب. يعني ايه الكلام ده? قال لي يعني كل ما زاد طول الموصل زادت المقاومة الكهربية للموصل. تمام كده? طيب. كمان عندي رقم اتنينة مساحة مقطع الموصل. اللي هي قلنا ايه? اللي رمزها ايه كابتل. تمام? طيب. تعال هنا بقى نشوف مساحة مقطع الموصل. وركز قوي في مساحة المقطع دي علشان هنربطها بمجموعة من العناصر دلوقتي او مجموعة حاجات دلوقتي او معلومات تانية نقولها عنها. مساحة المقطع للموصل او مساحة مقطع الموصل اللي رمزها ايه كابتل? بيقول لي ايه? تتناسب قيمة المقاومة الكهربية تناسبا عكسيا خد بالك. تناسبا هي دي اللي أنا عايزك تركز عليها هنا كانت تناسبا ترديا مع طول الموصل لكن هنا بيقول لي ايه تناسبا عكسيا مع مين مع مساحة مقطع الموصل يعني ايه الكلام ده قال لي يعني كل ما زادت مساحة المقطع قال ليت مين قيمة المقاومة طب تعال بقى نوضح النقطة دي علشان هي دي اللي بقولك عليها ركز فيها علشان حتفرق لما كنا بنتكلم عن طول الموصل قلت لحضرتك ايه قلت لك ان كل ما زادت طول الموصل كل ما المقاومة بتزيد تمام عارف ليه لاني قلت لك من شوية ان الطيار الكهرابي عبارة عن سيل من الالكترنات تعال نمثلها على نفسنا كده مشينا مشوار طويل تعبت ولا ما تعبتش مجهودك قل ولا ما قلش صح كده طب تعال نقولها بشكل تاني هو دلوقتي لما الطيار بيزيد مش كل طيار بيمر في موصل بيعمل تغير في دارة الحرارة ايوه دي معلومة جديدة ليك انت لسه بتعرفها النهاردة اي طيار هيمر في سلك تمام هيحصل تغير في دارة الحرارة مش شرط امسك السلك لقيه دارة الحرارة مرتفعة بس هو حصل تغير في دارة الحرارة تمام طيب لو السلك لو السلك مش مناسب لقيمة شدة الطيار اللي مر فيه ايه اللي هيحصل دارة الحرارة دي هتزيد ولا لأ هتزيد يبقى هنا المقاومة قليلة ولا لأ لان مسحت المقطع مالها ها ما عاقتش او المقاومة لان تعوق الطيار يبقى هنا الطيار زايد يبقى مسحت المقطع تبقى كبيرة صح يبقى المقاومة مالها قليلة عارف ليه لان الطيار زايد لان احنا قلنا ان المقاومة هي وظيفتها في الدايرة اعاقة الحد التقليل من قيمة الطيار المر في الموصل صح كده طيب يبقى احنا كده فهمنا ايه انه قلتهالك بطريقتين او بشكلين علشان نثبت انه مساحة المقطع تتناسب عكسيا مع قيمة المقاومة لان الطيار لما يزيد معنا المقاومة ايه قليلة فمعنى ان الطيار زايد فانا جايب له سلكم ساحة مقطعه كبيرة علشان تتحمل قيمة الطيار يبقى الطيار عالي يعني المقاومة قليلة يبقى احنا كده اثبتناها تمام كده طيب تعال نشوف العنصر التالت او العامل التالت اللي بتتوقف عليه قيمة المقاومة الكهربية في الدائرة الكهربية من ضمن العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة المقاومة الكهربية هو المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل ودي اسمها ايه اسادزة رو الرمز ده اسمه ايه رو تمام طيب بيقول لي هنا انه تتناسب قيمة المقاومة الكهربية تناسبا طرديا مع قيمة المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل تمام هو يعني المقاومة النوعية دي يا مستر ممكن تتغير اه ممكن تتغير يعني ممكن تبقى لها قيمة معينة لو السلك من النحاس كده برافو عليك انت فهمت اصدنا في الكلام يعني السلك المصنوع او الموصل وعود نفسك بقى على كلمة موصل دي هي السلك الكهرباء تمام الموصل لو مصنوع من النحاس هيبقى ليه قيمة مقاومة نوعية معينة لو مصنوع من الالمونيوم هيبقى ليه قيمة معينة طب تعال مع بعض هنا على الداة بتاعتنا ونشوف القانون اللي ممكن نشتغل عليه في قيمة المقاومة النوعية وحساب يعني لو قلنا هنا حساب قيمة المقاومة الكهربية عن طريق مين عن طريق رو هي رو دي هي مين يا اساد ذا مش هي المقاومة النوعية صح كده يبقى عايز احسب قيمة المقاومة ر عن طريق مين المقاومة النوعية يبقى اقدر اقول لحضرتك ان الار تساوي رو في ال على مين على ايه وكده ده قانون اقدر اشتغل عليه تمام كده اقدر اشتغل بالقانون ده واحسب قيمة مين قيمة المقاومة يبقى هنا عندي الار هي مين المقاومة الكهربية جميل طب واحد يقول لي رو يقول لي دي المقاومة النوعية طب حد تاني يقول لي يا مستر يعني اللي اتنين بالقوم اقول لك لا مش كده افهم المقاومة الكهربية وحدة قياسها الاوم المقاومة الكهربية وحدة قياسها ايه الاوم لكن المقاومة النوعية وحدة قياسها اوم لكل متر لان انا بتكلم على موصل وطول موصل ومدت صنع موصل موصل طوله متر اتنين تلاتة مية وهكذا طيب ال L دي عبارة عن ايه طول الموصل فهمت يا فندم هي بقت هنا قم لكل متر ليه عشان ده بالمتر وال A دي مساحة المقطع مساحة المقطع ودي بتبقى ايه يا ستزة ملي متر تربيع طيب عايز بقى في ولد دلوقتي بقول لي ايه طب يا مستر هو لو قال لي احسب قيمة المقاومة النوعية بكل بساطة مش دي كده كأنها على واحد يعني لو قلنا طرفين في وساطين كده مش تمشي معايا يعني انا لو قلتلك انه الرو انت عايز الرو دلوقتي تبقى ايه يعني الرو ممكن احسبها تبقى الار في ايه ار في ايه على مين على ال صح كده طيب واحد تاني يقول لي انا عايز احسب مساحة المقطع يعني لما قللك احسب لي مساحة مقطع الموصل طيب هتبقى ايه برضو من القانون ده مش ال اف ار على او تساوي رو في ال يعني البعيد على القريب انت عايز ال ايه دلوقتي صح كده عايز مساحة المقطع يعني تقدر تقول ايه بقت رو في ال على مين على ار وبكده اكون قدرت انطلب مني قيمة المقاومة الكهربية بمعلومية طول الموصل بقى والمقاومة النوعية ومساحة المقطع جميل جبت هالو طيب انطلب مني قيمة المقاومة النوعية اللي هي الرو انطلبها مني اقدر جب هالو من نفس القانون اقدر اشكل بقى بالعملات الجادية ترفين في وساطين والبعيد على القريب وطلعت القانون بتاعي اللي اقدر منه اجيب الرو طيب لو قال انا عايز مساحة المقطع يبقى قدرت اخلص من القانون برضو والبعيد على القريب وخلصتها ترفين في وساطين وجبت مين مساحة المقطع تمام كده طيب تعالى نشوف تمرين مع بعض ونرجع نحله على ال data بتاعتنا هنا المثال بيقول لي ايه او التمرين توضيحي وده هتلاقيه في دليل الطالب عندك في كتاب دليل الطالب اللي انت استلمته هنا بيقول لي تمرين توضيحي رقم واحد سلك نحاسي خد بالك سلك ايه نحاسي او موصل من النحاس طوله 100 متر طول السلك 100 متر ومساحة مقطعه 5 ملي متر مربع احسب مقاومة السلك اذا علمت ان مقاومة مين يا فندم مقاومة ايه النحاس النوعية هي واحد وتمانية وستين من مية في عشرة استسالة بتمانية ايه اوم متر تمام طيب في جزء مهم اوي او كلمة مهم اوي لازم حضرتك تعرفها دلوقتي هو انا لو قلتلك احسب قيمة المقاومة وسكت دي ار ولا رو دي كده تمشي مقاومة كهربية ولا مقاومة نوعية دي كده قيمة المقاومة بس يبقى قيمة مقاومة كهربية ليه الر كابتل طب قلتلك احسب قيمة المقاومة الكهربية يبقى الار كابتل طب قلتلك احسب قيمة مقاومة النحاس قيمة مقاومة النحاس يبقى دخلنا في مادة صنع الموصل بقت الرو تمام كده ليه علشان نفهم بس الكلام اللي ممكن يدغير معايا في المثال او كلمة ما قال ليش احسب المقاومة النوعية احسب مقاومة النحاس يبقى كده ايه مقاومة نوعية ما احنا منقول المقاومة النوعية اسمها ايه مقاومة نوعية لمادة صنع الموصل جميل يا شباب طيب تعال بقى هنا نطلع البيانات بتاعتنا على جنب ونبدأ نشتغل فيه المثال بتاعنا ونركز علشان الوحدات هنا بيقول لي ايه المثال بيقول لي انه طول الموصل اللي هو كان مين ال ال عبارة عن 100 متر تمام كده طول الموصل كان 100 متر طيب وعندي هنا كمان ايه قال لي المقاومة او مساحة المقطع بتاعته 5 ملي متر مربع جميل وقال لي المقاومة النوعية اللي هي ال رو عبارة عن كام 1 و 68 من 100 في 10 قص سالب 8 قوم متر وخد بالك اوعى تنسى وتكتب دي قص تمانية ليه علشان السالب ده ماينفعش يتنسي قص تمانية دي يعني 61 من 100 انت حطت قدامها 8 صفار تمام كده فالقيمة اختلفت تماما خلاص هو هنا عاوز يحسب ايه عاوز يحسب قيمة المقاومة تمام كده طيب نحسب له قيمة المقاومة اقدر اقول ايه هو القانون كان بيقول ايه حساب قيمة المقاومة الكهربية واحد على طول نقول له احسب لي قيمة المقاومة الكهربية على طول راح متصرع انا سامع دلوقتي بقول لي ايه الفي على الايا ميستر فضيعت كل اللي احنا عملنا دلوقتي قلتلك عندي طريقتين اما بمعلومية الجهد والطيار او بمعلومية طول الموصل ومساحة مقطعه والمقاومة النوعية يبقى انا حضرتك هنا اعمل ايه قال لي والله طالما عندي طول الموصل ومساحة المقطع على طول اجي قايل له ان الار تساوي بص واحد عملها كده رو في ال على ايه ايه المشكلة ما هي الروف ال على ايه ايه المشكلة يعني وهي عندك في دليل الطالب بتاعك موجودة بالشكل ده هي بالزبط كاني عملتها كده رو في ال على ايه يعني القانون مش غلط خد بالك احنا بنيدي لك الاشكال علشان تبقى اشكال القانون بحيث ان انت تبقى ملم بكل حاجة طيب يبقى الار هنا تساوي ايه يا مستر اقدر اقول لك خد شرطة كسر كبيرة كده ونعوض عنها هي رو بكام بواحد تمانية وستين من مية في عشرة قس سالب تمانية في الالب كام كان بيقول لي مية متر مية تمام طيب من اللي تحت في القانون الايه هي الايه كانت بكام هقول لك خمسة صح كده تربيع اقول لك كده انت ماشي غلط ليه ما ينفعش فوق المية بالمتر واسيب دي بالملي متر ليه يا فندم دي بالملي متر لازم تروح للمتر تمام طيب يبقى المتر فيه كم سنتي يا اساتزة مية طب المئة السنتي فيه كم ميلي يا اساتزة عشرة عشرة في مية بكام بالف صح كده يبقى لو قلت في عشرة قس سالب تلاتة بقت ايه كأن قلت خمسة على الف طب لو عشرة قس تلاتة كأن قلت خمسة في الف تمام وهنوضح الكلام ده في حلقات جاية ان شاء الله مع بعض تمام يبقى انا هنا قدرت اقول ان خمسة في عشرة قس سالب تلاتة ليه يا اساتزة هنا علشان اهو بص كده بلغتنا بقى مع بعض كده وحنا في الفصل علشان احول من الميلي الى المتر شفت بقى يعني كتبت هلك بطريقتنا وحنا قاعدين مع بعض في الفصل يبقى انا كده ايه علشان احول من الميلي للمتر قلتلك هضرب في كام عشرة قس سالب تلاتة طيب لو كان متر الميلي هضرب في الف او في عشرة قس تلاتة تمام يبقى كده الار هتطلع معايا بقيمة زيرو تلاتة تلاتة ستة اه اوم طب واحد يقول يا ميستر هو حضرتك طلعتها بالاوم ليه هقولك يا فاندي ما انا قلتلك دي قيمة مقاومة انا بحس بقيمة مقاومة مش بحس بقيمة مقاومة نوعية تمام كده طيب يبقى احنا كده قدرنا من خلال حلقتنا النهاردة نفهم يعني ايه دايرة كهربية طبعا الدايرة الكهربية دي تتكون من اسلاك توصيل وأحمال ومنبع ووسيط التحكم مفاتيح وسائل حماية تكلمنا عن كل عنصر منها تكلمنا كمان عن العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة المقاومة وأقدر أحسب المقاومة عن طريق الجهد والطيار أو عن طريق المقاومة النوعية إيه هي العناصر اللي بتتوقف عليها قيمة المقاومة يعني إيه المقاومة النوعية والقانون بتاعها وطبقنا مثال على حساب قيمة المقاومة بمعلومية المقاومة النوعية وطول الموصل ومساحة مقطعه وقتنا خلص معاكم بسرعة تمنياتي ليكم بدوم التوفيق والنجاح على أن نلقاكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته